اعلنت وزارة صحة عبر حسابها الرسمي على توتر أن مجموعة عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى الساعة التاسعة من مساء أمس قد بلغ 68472 شخصاً وفيما يتعلق بعدد الأشخاص الذين أخذوا التطعيم لليوم ذاته تبين من الإحصاء الرسمي للفريق الوطني أنه قد بلغ 4579 حالة تطعيم وفي سياق ذاته أكدت الدكتورة مريم الهاجري الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة على أهمية الالتزام بتنفيذ أقصى درجات الانضباط والالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية مشددة على أنه لا يمكن الاستمرار في النجاح بواجهة الفيروس في ظل أي تراخ أو استهدار قد يعرض المجتمع للخطر